اشتركوا في القناة هيبقى جزء اصيل في برنامج احلام مواطن مع وزارة القوى العاملة ومجلة العمل ومنظمة العمل الدولية اللي بقول لها من هنا تحيي التقدير واحترام لمنظمة العمل الدولية وحرص مدير مكتبها اللي هيبقى موجود معايا بعد بكرة على الهواء على نفس الترابيزة دي عشان نقول كلام مهم جدا اول مرة هتسمعوه في فضائية مصرية من خلال هذا البرنامج خصوصا في ظروف صعبة جدا علشان كده حبيب اقول كلمتين ونطلع بقى نشوف على طول التقرير اللي معنا نهضى في توقيع البرتوكول مع الدكتور حسن راتب ومعادي الوزير محمد سعفان فيه كلام مهم لازم تتابعوه يا جماعة الحالة النفسية اصبحت علميا دلوقتي تساعد لقدر الله في تعبك وانت تكون ما عندكش حاجة اللي بيكلمكو ده اكتر واحد عايز ظروف قصية جدا بقوي نفسي بيكو انا بقول لكو على الهوى دلوقتي يلا نقول ان ان شاء الله هنعدي يلا نحاسب على نفسنا ونواظب على الاجراءات الاحترازية ونقول ان شاء الله ازمة هتعدي اعلنوا رسمي مبارح ان في شهر تسعة الصين هتبقى فيه لقاح تماما للموضوع كورونا وشركة امريكية برضو قبل اخر السنة خد الجزء الايجابي وهون على نفسك تاني خد الجزء الايجابي وهون على نفسك بلاش نخاف من بعض اوي كده يا جماعة احنا بنجري من بعض الموضوع مش بطالب ان انت تبقى بتصدر هذه المشاعر السلبية خصوصا لو لقدر الله حد اصيب بكورونا ده لقدر الله مش حاجة مؤزية ولكن نخلي بالنا لكن هو ما تعملوش انه هو حد موبوء عشان هو كمان مضطرش يخبي وينزل فيعدي الناس وتبقى قصة بايخة وسخيفة خلص الكلام وخلصت اول حلقة من احلام مواطن هدعوكم بعد فاصل سريع نشوف توقيع بروتقول التعاون ما بين قناة المحور الدكتور حسن راتب شخصيا بيوقع هو والوزير محمد سعفان لرعاية ودعم برنامج احلام مواطن في البرامج التوعوية والاضايا العملية لطرفية عملية الانتاج في كلام مهم جدا من يوم اللاربة هتشوفوا حاجات غير مسبوقة هذا اللقاء اللي جاي يستاهل تشوفوه اشوفكم ان شاء الله يوم اللاربة فاصل سريع ونشوف لقاء مهم مع الدكتور حسن راتب والوزير محمد سعفان